تغمد الله كل ضحايا الفاجعة فاجعة طنطان برحمته وإن لله وإن إليه راجعون نبقى في شأن المغربي حيث أفادت دراسة منجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أفادت بأن مستوى التلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والفرنسية قد تراجع بشكل ملحوظ وقد همت الدراسة المنجزة تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي فيما تم تسجيل أداء ضعيف للبحث العلمي مقارنة مع دول المنطقة المغاربية وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الأستوديو الزميل محمد أنس طموح أنس مساء الخير تحية طيبة لك حسين الدين وأهلا وسهلا بكم شاهدين الكرام يعني أنس الدراسة المنجزة بشأن تقييم مستوى التلاميذ أشارت إلى تراجع فيما يتعلق أولا بالمواد العلمية نعم حسين الدين فبحسب الدراسة المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات والتي جاءت لتقييم مستوى التلاميذ في مستويات تعليمية مختلفة الرابع والسادس ابتدائي الثاني والثالث إعدادي فإن 60% من تلاميذ السادس ابتدائي بالمغرب حصلوا على نقاط أقل من المعدل في المواد العلمية بينما حصل حوالي 90% من تلاميذ الإعدادي على نقاط تقل عن المعدل في مواد الرياضيات الفيزياء والكيمياء والعلم الطبيعية وهو ما يؤكد تراجع مستوى التلاميذ على مستوى المواد العلمية هذا التراجع تؤكله أيضا دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم حول أداء التلاميذ في الرياضيات والتي بوأت التلميذ المغربي مرتبة جد متأخرة مقارنة مع دول الجوار كما هو بالنسبة للجزائر وتونس وأفادت الدراسة بأن معدل معارف التلميذ في الرياضيات تراجع خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2011 منتقلا من 374 نقطة من أصل ألف نقطة إلى 335 نقطة في الرياضيات وهو ما يعني أن التلميذ المغربي ما زال بعيدا عن المعدل المطلوب أنس إضافة إلى المواد العلمية مؤشرات ضعيفة أيضا سجلتها معدلات التلميذ فيما يتعلق باللغتين العربية والفرنسية نعم حسابتي فالمستوى الضعيف للتلميذ على مستوى العلوم ينطبق أيضا على مستواهم فيما يخص اللغات إذ أن أغلبية التلميذ في المستوى الابتدائي والإعدادي لم يتمكنوا من الحصول على المعدل في اللغتين العربية والفرنسية وبررت الدراسة هذا الضعف بمجموعة من العوامل من بينها عدم الاستفادة من التعليم الأولي والتأخر المدرسي المرتبط بالدخول المتأخر إلى المدرسة بالإضافة إلى وضعية المؤسسات التعليمية وتفيد معطيات الدراسة بأن مناخ المدرسة المغربية قد عرف تدهورا بين سنة 2001 و2012 ذلك أن 60% من تلاميذ المستوى الابتدائي و50% من تلاميذ السنة الإعدادي يدرسون في مدارس تسود فيها مشاكل الانضباط والأمن كالغياب والتأخر عن مواعيد الدراسة والغش في الامتحانات والتهديد ولم ينجوا من هذه المشاكل سوى 14% فقط من التلاميذ الذين اعتبرتهم الدراسة يتابعون تحصيلهم العلمي في مدارس لا تعرف انتشارا واسعا لتلك السلوكات حتى بالنسبة لمعدل تمدرس الساكنة اعتبرته الساكنة الدراسة ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب صحيح حسام تينفا بشأن تقدير متوسط تمدرس الساكنة البالغين من العمر 15 سنة فقد تجاوز ب4.7 سنة وهو معدل ضعيف جعل المغرب أقل دون مقارنة مع دول المنطقة المغربية خصوصا وأن معدل التمدرس في الدول النامية يصل إلى سبع سنوات ويصل في البلدان المتقدمة إلى 11 سنة وهو ما يبين حجم الجهود الضرورية التي يجب اتخاذها لتقريب الفرق الشاسع وتدارك المستوى المطلوب البحث العلمي أيضا لم يحقق التطور المطلوب حسب ذات الدراسة نتمنى أن يرقوا بالبحث العلمي حسام تينفا أن يرتقي أكثر نعم على مستوى البحث العلمي فقد أثبتت الدراسة أن كل من الجزائر وتونس قد تمكنتان من تجاوز المغرب على مستوى الإنتاج العلمي علما أن المغرب كان يتوفق عليهما قبل عشر سنوات وفي الوقت الذي تطور فيها الإنتاج العلمي في تونس خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 800% و600% في الجزائر فإن الإنتاج العلمي في المغرب لم يتطور إلا بنسبة 100% ولحدود الآن فإن الميزانية المرصودة للبحث العلمي بالمغرب لا تتجاوز 0.8% من الناتج الداخلي الخام وهذا ما نحتاجه الدعم في العلم ومعلومات كافية ووفية حول الموضوع اليوم شكرا جزيلا لك زميلي محمد أنس طموح على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا